بينما تتواصل العمليات العسكرية في قطاع غزة يهيمن الخلاف في وجهة النظر على المشهد السياسي وما إذا كانت العودة إلى طاولة الحوار ممكنة في ظل الوضع الراهن عودة يرى المراقبون أنها رهينة بتوفر الإرادة السياسية ووسيط النزيه قادر على تقليص الفوارق وتقريب المواقف تعتبر المملكة المغربية المعقلة التاريخ لأهم القمم العربية الخاصة بالصراع العربي الفلسطيني وبوابة السلام العادل بين إسرائيل وجيرانها العرب كما تحتضن عاصمة المملكة مقر وكالة بيت مال القدس ويتولى جلالة الملك محمد السادس رئاسة لجنة القدس محافظا على موقف المغرب الراسخ والثابت في حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية نؤكد موقف المغرب الراسخ بخصوص أذالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية لما يضمن الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة التزام المملكة المغربية بالحوار والسلام كسبيل وحيد وأوحد لوقف معاناة المدنيين والسعي نحو استقرار المنطقة وأمن شعوبها يصطدم بأجندات انتهازية لدول معينة معروفة بمواقفها المزايدة على جهود المغربي ملكا وشعبا ومستعملة شعارات دعم فلسطين للاستهلاك الداخلي وتجيش شعبها لمعادات السامية ودفع الفلسطينيين لتبني مواقف لا تخدم مصلحتهم ولا تلبي مطالبهم المشروعة هذا الموقف المغربي الثابت والراسخ تجاه فلسطين والحق الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها الكدس الشرقية ولأن مفاتيح الحل في المنطقة تقتضي الحكمة والمصداقية والرؤية الشاملة فإن دور المملكة المغربية كان وسيظل حاضرا متى حضرت الجدية والرغبة في السلام